السلام عليكم أنا فتاة تقدم لخطبتي شاب خريج كلية أصول الدين ولكنه مشتغل بأعمال حرة أخرى في الصناعة والتجارة مشكلتي معه أنه صوفي وليس صوفيا بمعنى الصحيح ولكنه يزور الأضرحة ويتوسل بكرامات الصالحين ويستشيرهم في أمور حياتي كلها ويطلب منهم الدعاء وما إلى ذلك وهو في بلدة بعيدة عن بلدة التي أعيش فيها وأنا مصلبة أزهرية أمشي على خطة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح طالبة علم شرعي في البناء المنهجي وأشعر أنه لا يناسبني بسبب هذا ولكن أهلي يقولون أن ربنا أحل الزواج من الكتابية يعني دين أصلا مختلف فاستنكرون علي الرفض من هو على ديني ولكن مذهب مختلف ويقولون أني بلغت من العمر 28 عاما وعلي الموافقة وتنازل عن بعض شروطي حتى ألتحق بما يسمى قطار الزواج فماذا أفعل أريد نصيحتكم يعني أنا أحذرك تمام التحذير يوعي تاخد حد صاحب بدعا يعرضي عليه المنهج أهل السنة والجماعة وافق وترك ما يفعله واقتنع وتبلر الله من هذه الأفعال تمام ما لأ أو مصر ما تكمليش أنا بقولك أهوك يعني إحنا مش نقصين بدعا مش نقصين يعني كلام فاضي وبعدين إيه اللي عليك؟ مين اللي قال إنه عليك؟ ومين اللي قال إنه لازم فرض إنك تاخديه؟ لأ طبعا مسمعيش كلام حد 28 إن شاء الله يعني هو أتجوز وخلاص وارجع أناقض يا ابني هذا اللي يرد اللي هذي بدعة بدعة مبتدعة يا ابني تدعوهم من دون الله يا ابني الله عز وجل يقول يا ابني الرسال والسلام يقول وانت تيجي تقول لي فلاني وراح أباح لفلان وراح أعمل عند إدلان لا ما نعبدهم إلا اللي يقربونا لله زول فلا يا ردي علي الأمر وافق وافق موافقشي ولا تسمعي كلام أي حد والله يسبتك على نهج أهل السنة والجماعة والله يسبتك على إنك تبقي على النهج الصحيح الصحيح بدون بدعة ولا ابتداع ولا كدما يعني إنك تجيبي أمر في الدين تبقى رقي لا ليه ليه؟ وليه توقعي الكلام ده ما فيش حاجة ملحة تقول كده ولا في حاجة عليك إنك تقول إنك لازم تعمل تسمعيش الكلام وافق يا ابنت عليك النصح بس عشان نبقى فاهمين عليك النصح والدعوة الصحيح الله سبحانه وتعالى واتطلعها من عنقك يا ابني كذا 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 الدليل بتاعه واحد اتنين ثلاثة أدي الأضراحة واحد اتنين ثلاثة أدي تبرق بمقابر وكبور الآخرين واحد اتنين ثلاثة نفع نفع ما نفع شيء سيبي بس